إلى الجريدة الكويتية فيينا ثمانية يختبر الإرادات السياسية لدى واشنطن وطهران تستأنف اليوم بل تستأنف اليوم الجولة الثامنة من محادثات فيينا النووية بينما تقول الأطراف إن الاتفاق يحتاج إلى تنازلات متبادلة وإرادة سياسية وشدد المنسق الأوروبي في محادثات فيينا إيرينكي مورا أمس على ضرورة اختتام المفاوضات بسرعة مشيرا إلى الحاجة لدى روح التوافق بهدف العودة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل المشترك المبرمى عام 2015 من ناحياته توقع ميخايل وليانوف ممثل روسيا في مفاوضات فيينا ومن دوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية أن تشهد الجولة الثامنة المرحلة الأخيرة للوصول إلى تفاهم لافتا إلى أنها تتطلب تصميما وجهودا حثيثة من جميع المشاركين من أجل الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي بما في ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن طهران من جهته قال المبعوث الأمريكي والخاص لطهران روبرت مالي إن أحياء الاتفاق النووي ما زال ممكنا مؤكدا في تصريحات أوردتها وكالة رويترز أن الرئيس جو بايدن ما زال يريد من أن تفاوض في فيينا لكنه جدد التحذير من أن الوقت بدأ ينفذ ترجمة نانسي قنقر